في درس اليوم بنستعرض على إنكسكيب كيف نسوي تريسينج أو تتبع للصورة لتحويلها لكائنات فيكتر نقطية مثالنا لليوم بيكون صورة آي تن لأن ليش لأ من ما يعشق لسمك فيس حقها بس خلنا نتأكل أن المستند بيكون نفس حجم الصورة عشان كذا تضغط على الصورة أو على أي مكان فاضي إذا كان عندك صورة واحدة بس تضغط ctrl shift r والحين بنضيف layer أو طبقة بالعربي تروح من layers layers and object وتضيف من هنا هذه قائمة layers وتضيفها من هنا هذا الاسم الافتراضي حقه اضغط add وبكذا هذه الصورة في الطبقة الأولى والشغل النقاط بيكون في layer الثاني تأكد في الطبقة الثانية نشتغل نحط الدائرة الحين في أعلى اليسار ما يهم أي مكان بس خليني نسوي على على اليسار احنا وبس خليني أعبيها وما يهم حجمها خليني نتحكم تالي بحجمها خليني أصغرها شوية الحين كذا وخليك ضغط ctrl عشان تكون دائرة كاملة ما تكون بيضاوية الحين نختار الشكل ونروح إلى object fill and stroke والحين أروح إلى fill color ونروح إلى هذه علامة الـ question mark unset paint افتراضي راح يحاوله باللون الأسود واللي راح يسوي أن هذا راح يساعد في تتبع الألوان الموجودة في الصورة خليني نحن نختار هذه عشان نسويها ونروح إلى object تنزل ساحة align and distribute واللي تبع عشان يكون مساوي تماما يبدي من أول الصفحة تضغط هنا هذه وهذه ولا تنسى هذه تحددها relative إلى الصفحة أو page والحين هذه الصورة سجل هذه القياسات إليك على جنب تعالت الحين تحدد هذه الدائرة وبعدها تروح إلى edit clone وينكي clone create tiled clones هنا بحطلك تلقائيا قياسات المستند الطول والعرض لكن إذا كانت هذه الأرقام مختلفة عن القياسات اللي طلبت منك تسجلهم اكتبهم هنا كنت تنسى أسوي هذه الخطوة والله هي trace trace drawing تخلي هذه الخيار مفعل وتخليه على color وتخلي هذا الشيء الصح أيضا على color والبقية تشيل الصح منهم وتتأكد أنه مختار الدائرة وتختار create الحين خلنا الحين نطلع من هذه القائمة من هذه النافذة وزي ما تشوف هذه الحين كل دائرة بلون معين ما هي gradient تقدر تروح إلى الدائرة الأصلية لازم تنتبه هذه الحين الدائرة اللي أخترناها ال clone ما هي الدائرة الأصلية تضل ضغط alt ونقرأ عشان يكون تقدر تختار ال ellipse يكون تحتها فالحين تقدر بال control تتحكم في ذا مثل ما تشوف هنا لما صغرنا حجم الدائرة الأصلية صغروا معاها النسخ المرتبطة بها إذا كبرنا بعد شوية فيها صاروا بوق بعض خلينا نسوي أخفاء إلى الصورة الأصلية من هنا نروح إلى layers ونزل تحت آخر شي هنا layer 1 layer 1 ونسوي أخفاء نغمض العيون هذه أخفينا الصورة وصارت صارت شبيهة بالموسيك كأنها حائط المسبح خلنا نحط الحين خلفية بدل اللون الأبيض ونشوف كيف شكلها اوكي الحين نخليها ورا نخلي هذه الخلفية ورا اوكي كذا أفضل شوية وبكذا خلصنا درس اليوم لتحويل صورتك إلى لوحة فوسيفساء لمسبح وشوفكم على خير في المرات الجاية موسيقى